السلام عليكم أنا الدكتور مصطفى الجمال استشاري أمراض القلب والشرين هل يصاب القلب بالسرطان؟ الجواب نعم ولكن الإصابة نادرة جدا 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 وفي أحدى حالة الدراسات التي أجريت على التعليم التشريح الموتى 12 ألف جثة تم تشريحها وكان هناك سبعة أورام حميدة وسرطان واحد فهو نادر الحدوث أغلب السرطانات التي وجدت في القلب كانت ناتجة عن انتقال السرطان من أماكن أخرى مثل سرطان الكلية وسرطان الرئتين والثدي وسرطانات الدم وسرطان الليمفومة وسرطان الميلانوما وأما باقي الأورام فهي أورام نشأت في داخل القلب وكما قلنا فهي نادرة جدا وأغلبها المخاطم المخاطم ينشأ من الحاجز بين الأذينين ويكون مرتبط ككرة بهذا الحاجز وعندما يكبر إلى درجة مهمة يبدأ بإحداث أعراض تشابه أعراض تديق الصمام التاجي حيث مع كل ضخ الدم تحاول هذه الكرة النفاذ من الصمام وتضيق مجرى الدم وأما السرطان الذي يكون بدئي وينشأ من القلب فهي وللحق هي حالة خطيرة أغلب هذه السرطانات هي من نوع الساركومة الأنسجة التي تتخلل بين عضلات القلب وفي هذا العصر حيث أن هناك تقدم كبير في تصوير القلب بالصدى ونتيجة لزيادة استخدام هذا النوع من التصوير أصبحنا نشخص هذه الأورام حتى قبل أن تحدث أي أعراض